أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولدنبرج طرد روس ورفض اعتماد ثلاثة آخرين في إطار الإجراءات الدولية ردا على تسميم العميل الروسي السابق في بريطانيا سيرجيس كريبال وقال خلال مؤتمر صحفي مقر الحلف في بروكسال إنه تم سحب اعتماد سبعة من أعضاء البعثة الروسية لدى حلف الناتو كما سيتم أيضا رفض طلب اعتماد ثلاثة آخرين مضيفا هذا الأمر سيوجه رسالة واضحة إلى روسيا بأن هناك عواقب لسلوكهم غير المقبول على حد قولها